السيدة ممالك من فيوم هلو سلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله وكاته يا ممالك ازاك يا فضل شبك فيك عامل ايه فضل ونعم الحمد لله سلام وحضرتك بخير يا رب وحضرتك بخير انا قبل مسأل سؤالي بشكر فريق الاعداد بجد الله يبارك فيهم تاني كده يا ممالك معلش بشكر فريق الاعداد بجد الله يبارك لهم الله يرضى عنكم يا رب لان انا اتصلت معني تشوصر بحضرتك خذوا الرقب وكلميني تفضلي يا ممالك دلوقتي انا عندي بنت عميها سبعة سمية تفضلي انا بعلمها الصلاة نعم بس هي عايزاني طاقة في جنبي وانا بصلي عايزاني اعلي صوتي عشان تفهم انا بقول ايه هل ده يا جزء اه انت قصدك في الصلاة السرية يعني بقصدك في الصلاة الدور وصلاة العصر صح هي جماعة الصلاة هي عايزة بتصلي معايا كل الفروض بس هي عايزة ماما عالي صوتك عشان اقول زيك طيب بس فعال ده يقول يعني ما تقول او ببتديها فهي كامل حاضر انا اقول لحضرتك حاجتين اول حاجة احنا عندنا الجهر والاسرار في الصلاة من السنن يعني ايه من السنن لو تركها الانسان لا تبطل صلاته ولو فعلا الانسان يثاب يعني لو انت علتي صوتك في الصلاة السرية صلاتك لن تبطل فيعمل كده اه بس ما تعمليش كده وانت اصدك حد خارج الصلاة اعملي كده وانت اصدك ان انت تعلي صوتك بالذكر فعمليها كده ان انت بترفعي صوتك بالذكر ده الحالة الاكمل ان انت بترفعي صوتك بالذكر وهذا لن يبطل صلاتك وصلاتك عتكون صحيحة ولكن انت لو عملت ده احصل ان نفعل بنتك ان هي تفهم انت بتعملي ايه ولكن قولي لها احنا هنعمل ده وقت صغير هو ده بقى النصيحة لحضرتك ان ده ما ينفعش يستمر يفضل بس لغاية ما بنتك تتعلم وقول لها احنا هنقعد عدد من الايام هعمل كده وبعدين انت هتعملي كده ولما هي تتوقف عن ده ارجع لي سنة الاسرار مرة ثانية في الظهر وفي العصر مرة تانية ارجعي وصلي صلاة سرية لكن نصحت ان انت لازم تعلميها ان في الصلاة في صلاة العيشة والمغرب سيبيها ركعتين جهريتين واحدة سرية عشان تتعلم كيفية الصلاة بشكل صحيح انا دي نصحت لحضرتك ولكن صلاتك ان شاء الله صحيحة ولن تبطل مدومتي مش بتقصدي بتقصدي رفع الصوت بالذكر في الصلاة مش بتقصدي ان انت تقولي يا فلانا اعملي كده